وهي الكرة الحلوة خابت أن أعيل – لا الكرة الحلوة برضو – – و هو مش الكرة الحلوة دي لنا تعمل تكتل كويس هجوميا ودفاعيا وتعرى اُتسجل وتعرى ايه الكرة الحلوة دي ليه? – بالنسبة لنا أحنا المتعة اللي هي عايز ايه – لا بو أنت مثلا ايه بتنقل بتستحوز كتر وفي نفس الوقت بتضعي عن كتير وفي نفس الوقت بتكسب – في أوين وثلاثة مع بعض – إستحوز خلال فرص كتير حتى لو بتضيع تكسب هي دي الكرة الحلوة المتعة اللي انت شايف ايه جيم مفتوح هجمة هنا وهجمة هنا على حسب بقى اللي بيركز ايه رايك في مهو عشور اخد بالك انا عايز اقولك على حاجة كمان نادي الزمالك لو تفتكر كان بيروح يضع كتير انت النهار ده نادي الزمالك ايه اللي بتروح له مركز فيها يعني لو فيه اربع فرص هيجيب تلاتة او اتنين ده ما كانش بيحصل كان ممكن يبقى فيه ست فرص ده شغل برضو طبعا ومركز ازاي طالع ومركز ازاي في الهجمة تتفنش كلها بتعسيب الجزائع اللي نهار دي صعبة جدا اه طبعا صعبة عشان زحمة الدفاع وانك تحولها زي بشمالك تصرف سريع ورد الفعل ده مهم جدا مش سهلة عشان لا لا مش سهلة طبعا مقولش كبالة ده حكاية الوحدة لا شي كبالة السدي بتاعته وبص انت تحس اني عارفين اني دي بتاعته وفتحوله كنت لسه هسألك السؤال معلش كبالة كنت مدافع عارف قدامك شكبالة تمام بتبقى عارف انه شكبالة هيؤتم وهيشوتها والحارس نفسه هيبعارف انه هيحطها في البيضة كمان جالبا مش هيحطها في القريبة هيحطها في البيضة وكل مرة بتيجي انا بقعد اسأل نفسي سؤال على فجأة كان بيتقالها على الروبن في هولندا كده روبن لو تفتكر روبن قال لي الروبن يعملها الف مرة وتيجي شيف كله مدافعين وحراس العالم طبعا ايه ده ليه بص انت الطبيعي انا لو بيلعب عليها واحد اشول لازم يقفل ناحية الشمال ناحية رجله الشمال صح حتى لو عدى وبيمينه لسه يقدل تاني او يلعب بالعرض صح لكن مجرد انه هو عنده مهارة عالية جدا في رجله الشمال لازم تقفل له الحتة دي بس سوات عنه التوقيت والتريبلينج والسرعة هو بيختف اي مدافع يعني انا بقى بعض ركز ما انا ما انا نهاردة طبعا ما دي امكانات مرد فهم دفع وانت نهاردة مش فيه محللين اداء ومحللين مش عارف ايه همش محتاجة يا خبا دلوقتي ده ايه مش محتاجة لا وهو دلوقتي ما بيجي يقولك ايه خطوطة شيكابالا ومن اي اتجاه والمنطقة بتاعته بيخش الجوه امتى او انت بتجيب لي محلل اداء عشان يعمل ايه لا او انا سألك سؤال بس انت النهاردة بتشرح دل مين او انت محتاج تشرح لحد في مصر خشك بالا بقى ملاجزة مش محتاج يعني انت محتاج محلل اداء عشان يشرح لك مش محتاج مش محتاج انا عايف مش كورا يعمل كده من احما صغارين مش محتاج صحيح النهاردة يعني انا حتى الجوني التاني بتاعنات زماليك حسين السيد برضو باع نفسه بطريقة غريبة امم يعني فاهمني اه سيد نمار طيب لما باع نفسه التلاتة اللي واقفين اصلا ها اللي مع سيفي الدين الجزيرة اعملوا ايه ولا حقيقة هم برضو وقفوا ع الشطة هم كمان فراجل لم وحط بسرعة خلاص الراجل لعبها مرة واحدة صح ففي حاجات برضو انت النهاردة اللعيب مش بدني بس ولك هو بس اللعيب دماغ صح وفكر صح لما بيفكرش ملعبش النهاردة اللعيب اللي معندوش شخصية معندوش رؤية تمام مايبقاش لعيب ممتاز اللعيبها كلها شبه بعضها اللي بيفرق بين لعيب كويس قوي ممتاز وعن لعيب العادية ان هو يبقى عندو شخصية ورؤية كويسة قوي انت برك في ماما عشور لا ده اتطور كتير صح طبعا طبعا مع فريرة اتطور كتير جدا اتطور من اداؤه ماما عشور دلوقتي كمان مش بيلعب دفندر بس اخد بالك ده بقى يزيد وجنيح كمان بياخد اماكن معينة بس هو برضو مديله الحرية ومدي الامام بناس بتأمنوا النهار ده يعني هو حط محمد عمغاني ليه معشان الحتة دي صح انت فاهمني فدي نقطة مهمة جدا انت النهار ده وانا طالع هاجم كتير فندر بقى الآن صح لو ما فيش حد بيغطيني لا والنهار ده اكيد دي تعليمات رجل بيديك حرية انت عندك رجلك كويسة اول يمين والشمال بتشوت بيوم كويس اول لو روحت على الاطراف بتلعب بشكل كويس اول لانك انت لو روحت على الشمال بتخش الجوه برضو بتشوت بشكل كويس اول فيقول لك خد الحرية وفي ناس بتأمنك صح الارتداد كويس اول صح الحاجة المهمة ان مستر فريرا احترم فرقة بيرامدز كويس اول ودي نقطة مهمة صح لان فرقة بيرامدز لا فرقة كبيرة خلينا معترفين سيبك من نتيجة لا لا على مستوى التشكيلة فهي فرقة كبيرة ولو لا نادي الزمالك تعامل معه صح لا كانت الدنيا وخد بالك مش محزوز في ريت بيرامدز النهاردة مش محزوزة خلينا صرح النهاردة جوم في اول دقيقة او ضرب الجزاء في اول 27 ثانية تمام فرستين لبيرامدز بعد الجوم خد بالك واحدة في العرضة واحدة شالها عواد يعني تحسب جدا عواد يعني سبب من اسباب ان خلي الجم ماشي كده لان الكرة دي لو جاء الجوم برضو كان الدنيا تختلف واحد واحد هترجع للمباراة الدنيا تهدأ مش هتستعجل خد بالك ناتزا مالك ما كانش هيقفل قوي لان برضو كان عايز يكسب فهيمنق فكهة الدنيا تختلف طبعا فالنهاردة دي كلها نقطة مهمة جدا صح فرست بيرامدز فرقة كبيرة فاحترمتها بشكل وجهز طال النهاردة حتى لما بيجي كورنان على ناتزا مالك انت عارف كم واحد بيبقى في الثمنتاشر عشر ده دليل ايه لا احترام كورة تطلع الاول وبعدين اطلع وراها صحيح قبل كده ما كانش ناتزا مالك بيقفل عشر دولة تمنتاشر جوه حتى ما فيش حد على الكوس متاع التمنتاشر لا اول واحد قريب من الخط لكن العشرة جوه ودي تفرق النهاردة انا كسبان عليها كورنان ايه المشكلة ان انا انزل بالعشرة تمام اطلع الكورة صحيح واطمن ان هي طلعت وبعدين اطلع وراها صحيح بس عارف باطلع ازاي صحيح صحيح تتحسب طبعا الجهاز ولعيبة واقدارة برضو لان اقدارة قدت كل الصلاحيات للجهاز الفني كان قبل كده في تدخل في الحاجات الفنية والناس كلها كانت عارفة النهاردة لا اقدارة بعيدة جدا عن الفنيات مدية كل الصلاحيات المستخدم الزمالك عرب من الفوز بالدولي بنسبة كم في المية تمانين في المية تمانين في المية اوه ومين عنده فرصة اقبل لمنافسة الزمالك الاهلي ولا كده الاهلي الاهلي اه لانه خد بالك انت النهاردة الزمالك فريق عم برامة السبع بنت تمام لكن الاهل لو كسب مؤنجلاته هيبقى فريق خمسة بنت يعني الاعرب هيبقى الاهل انا كلمك طبعا عن مستوى الاداء والخطأ يعني انت شايف لا انا بتكلم على حسب النقاط بعدين انت النهاردة برضو مع احترامي النادي الاهلي حتى لو مش في حالته فبرضو ده نادي كبير طبعا مفيش حاجة اسمها مش في حالته فانت ما تعملش حساب ولا لا لا يبقى احنا كده بنقول اي كلام صح ولا اي لازم يتمسك بفرشته وبرامتز كمان لازم يتمسك بالفرشته حتى لو ببرامتز الفرق سابعة نقاط مع الزمالك طبعا لابد ان يتمسك للحظة طبعا لان خد بالك نادي الزمالك برضو لو فرط او معاملش حساب المباريات اللي جاية لاتبقى مشكلة جدير اي 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 احنا نقول بنسبة كبيرة لان احنا شايفين اداء وتكتك عالي وحالة الزمالك وتوفيق نادي الزمالك لازم نعرف برضو ان النادي الزمالك في حاجة مهمة في عدالة في نادي الزمالك دي بقتي العدالة ممكن تديك التوفيق في حب اللي بره زي اللي جوه تحس ان اللي بره مش زعلان صحيح الراجل عمل حالا اللعيب اللي بره حتى بتحبه انت فاهمني انت بص النهاردة لما بيجي جون حش زعلان صح لما العيب بيغير محاش زعلان صحيح ده كان بيحصل قبل جانت احنا كنا بنشوف نازل مالك لحاجة متضايق سوري بنشوت الايسبوكس بنشوت اي حاجة مش عارف تلاقيه مش عارف خارج على قط اللبس على طول صح لا كل ده يحسب للمنظومة مش يحسب لشخص للمنظومة لان خد بالك لو حد خرج برضا المنظومة فبوز المنظومة لكن هما تلاتة مترابطين وعارف الفريق ايه كابتن ويل اللي حصل فرائي يعني وقل لي رائيك رائي يمشي مع رائيك اللي حصل مع طريق حمد وابو جبل واللعبين اللي كانت عايزة تمشي ونمشوا خلاص ما فيش مشكلة ما هو ده برضا ما كانش بيحصل في الزمالك طبعا انت كنت تمسك في اللعب دوت بيدك وسنوة وتقول له خليك معايا طبعا وكننا بنقض هنا نقول يا جماع اللي عايز يمشي يمشي بالزبط كده فقدر سأل بقى اللعبين انه لا ما فيش حد كبير على الزمالك فاللي مش هيجيبه هيبقى ده ده طريق حمد يعني في بقى طريق حمد ودي حقيقة محترامي للعيبة دي لعيبة كبيرة طبعا لكن النادي ما بيقفش على حد صح وإلي هرجع نقول تاني وقلنا المسأل ده تسعمائة ألف مرة رجع بقى كابتن حسن شحة وكرفر وجعفر يعني كل جيل وليه وقته صحية فالدنيا ما بتقفش على العيب ويبقى النادي ويبقى اسم النادي طبعا هو الأهم نتمنى بقى الناس تتعلم صحية يعني دي نوقات مهمة جدا صحية كمان